لا خرائط نفوذ ولا تفاهمات ولا مواثيق لا معتدل ولا متشدد منذ أن وضعت روسيا قدمها في سوريا لم تراعي أي مما سبق ومن لم يراعي حرمة طفل أو رضيع لن يرى بمن حمل البندقية حمامة سلام تلك القاعدة الثابتة بالعقلية الروسية لإدارة الصراع في أي بلد تدخله آخر ضحايا قصفها نحو مئتي قتيل وجريح من فيلق الشام التي صنفته بنفسها على أنه فصيل معتدل غربي مدينة إدلب وفي اجتماع عسكري للفيلق الذي اعتقد أن الضمانات والتفاهمات ستحميه ففوجئ بقصف جوي مكثف قتل وجرح كل من في الساحة دون أن تجد موسكو هذه المرة ما يبرر فعلتها إلا أن مراقبين يرون في هذا القصف رسالة دموية لأنقرة التي تدعم الجيش الأذربيجاني في حربه ضد جيش أرمينيا حليف موسكو في إقليم قرباغ الفصائل العسكرية بريف إدلب وكردة فعل آنية كثفت قصفها وهجومها على قوات النظام في حلب واللاذيقية وإدلب وحماه دون أن ينم هذا القصف عن معركة منظمة أو على الأقل صحوة عسكرية وإدراك بأن موسكو لن تترك أي فصيل حتى ولو كان في منطقة غصن الزيتون أو درع الفرات أو نبع السلام ما لم تجد ردا حاسما وجسما عسكريا يلملم شضايا الفصائل المتناثرة تداعيات القصف الروسي على فيلق الشام كما يشير المحللون العسكريون محدودة في ظل الظرف الراهن حيث لم يبق لهم حليف سوى تركيا التي هي بدورها تكافح إقليميا على أكثر من جبهة وضد أكثر من لاعب دولي وإقليمي دون أن تجد في الوقت الراهن حليفا صادقا لا حلف الناتو ولا رفاق أستانا ولا من حاولت معهم سابقا تشكيل حلف إسلامي